موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخوان تمنى تكونوا بخير وعلى خير فهد الفيديو هذا اول اختراض نهضر لكم على الباتري والمشاكيل وماذا من الباتري يجب ان تقوم بها والباتري التي لا تريد والانواع والتكنولوجيا التي ينادبها حاليا في العالم واخر فقرة ان شاء الله في الفيديو سوف نهضر لكم على ماذا احسن الماركة التي نصحكم بهم هنا في السوق المغربية على بركة الله اخوان كما ترون بالنسبة للانواع الباتري بالنسبة للانواع الباتري بالنسبة للانواع الباتري بالحجم لا ندخل على هذا الشيط ندخل على السيارة يعني انها اللي تسمع الان ستعرف بان هذا الباتري صغير فهوة 41 او 45 اوامبير كي تدار طمبيلة اسانس الصيارات اللي يعمل بالبنزين وهذا قد تسمع الان هناك كما ترى هناك هناك كما ترى هناك هناك 2 فولت يقع الباتريات الاخوان 2 فولت بالنسبة لبولور الكاميونات الكبارة يدعون لهم جوج كي تولي 24 يدعون لهم جوج باتريات لا يوجد باتري فيها 24 لكي تكونوا عارفين هناك 2 فولت كما كان لطايا الباتري هناك كل اختلاف الاخوان بحال هذاك لديه L2 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 الامبيرات تكون من 50 حتى ال 60 بعد الخطرات تصل ال 62 لحسب الماركة بحال هذا البابوش عندهم هناك 55 و عندهم واحد الموضي الوحدة اخر تاوى زايد عليه مهم تاوى كي يبقى في الامبير يعني هذا هذا الاخوان كي يخدم وهذه اللي كتبلكم هناك 450 امبيرات هذه 55 امبيرات وهنا 450 ولكن نحن اللي كنخدم بها بزاف الامبيرات هي هذة ال 55 الاخوان اللي كتبلكم هناك هذا الاخوان كي تتخدم تنبيلات ايسانس ومازود بحال هذا بالداسيا ذهي ما كانا في نظر على الاداسيا أبدا اللي اي ستليم بالنسبة للاداسيا أو كليو كات من يمكن تك�� comum man shri her jde كتلك الري before الفيديو تلقي ال shin فقط من اللي من اللي رواه اللي عندهم الاداسية أو اللي عندهم ال gent يجب أن تلقى أربماً في الطنوبيلات أخرين يعني أنا لا أقول أن أحد أخر لديه اليوم لا يسمع شيء ما أقول لا تنتسر قلب يعني الأخوان عندما ترى مثلاً تحل الطنوبيل ستجد تقريباً 1 إلى 5 سنطيم لماذا أنا أقول لك ماذا يترى؟ في الطنوبيلات الشركة التي يسمع السيارات مثلاً في المغرب ستجد لك L3 هو الفرق تقريباً تجد 1 إلى 100 درهم هم بشرين يجب أن يشارونهم بالملايين يعني كيشارون بالملايين عندما نصنعهم مليون طنوبيل ستجد مليون باتري يعني كي ستجد لك هم L3 ستجد لهم واحد نفقة ستجد عليهم هم 8 يعني كي ستجد لك L2 لماذا؟ أصلاً طنوبيل مازال جديدة موطور مازال كيبري جديد يعني غير هذا 55 أمبر وخاية ديازيل وخاية مازود كافي هاي ديماريها لا يوجد مشكلة ولكن الأخوة الناس اللي فات لهم 1-3 سنين أو 4 سنين او لو قع لهم مشكلة لكي لا تشارين نفس الباتري اللي يعطوك فلا مازال إذا لديك طنوبيل إيسانس مثلاً داسيا إيسانس يمكنك تشاري L2 تشاريه لماذا تجد الإيسانس غير باتريس غيره الإيسانس خفيف الديازيل شوية تقيل يعني تشاريه تشاريه للطاقة لكي تشاريه وعدك ساعة الالترنتور تشاريه نكمل لكم ولكن نعطيكم واحد القضية هذه تسمى تشاريه تشاريه أشارية تشاريه تشاريه وتشاريه كثيرو ماذا تشاريه 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 في الأول ساعة تحبس الدور دياله ما تبقى عاطية كتشي حاجة هي تسمى باتريا الدماري وتحبس ما تدور الثاني؟ الالترنتر راوليك يخلي الطنوبيل تبقى غاداء وذاك الراديو شاعل وذاك البوستره شاعله والضواء شاعلين بالليل راوليك الضغط الالترنتر وعندما تكون غاداء في نفس الوقت الطنوبيل غاداء الالترنتر يحاودي شارجي لباتريا لماذا تضرب لك 1-4 سنين أو 5 سنين؟ إذا كانت مزيانة لقد تضرب لك 4-5 سنين هناك أحد الناس الذين يغلطوا ويسحب لهم مرة لباتريا هي التي تعطيها الطنوبيل لا وعندما تحدثت القضية منها تكون مثلا يوقع لكم مشكل في الالترنتر لا تبقى شارجي ما تبقى لكم في الطابلو العلامة هي الباتريا ماذا تقول لك الطنوبيل؟ ماذا تقول لك الالترنتر فيها مشكلة لا تبقى شارجي الطنوبيل تقول لك الطنوبيل غاداء بالباتريا يعني لا تطلع لكم الأخوان المستاشة الباتريا لا تطلع شجاج يعني حاول لا تخدمش بالضغط تتع تقراسك يعني تصل الى البلاصة اللي غادي تشوف شي تريسيا من الشي حاجة باش يصلح لك المشكلة يعطرا غادي تخولك الباتريا كتولي زكساعة الطنوبيل غدايا بالباتريا مواما باش ما ننساش هذه القرآن كما قلت لكم يعني هالأخوان الناس اللي عندهم المزود منتشروا سيارة جديدة من بعد واحد ثلسين واربع سنين بغيتي تبدلوا حاولوا ما تبدلوا نشوف طنوبيلات اللي يعني اللي باتريا اللي كان يفضاصي وراكين تشاج تيارات اخرين كي يديروا ليهم اللي باتريا صغار حاول التر باتريا كبيرة يعني دير باتريا كتلقى راكب ال L2 تلقاه راكبنا اخوان ال L2 غاديلوا ال L3 هي را عندي ولكن ما بلا من قنجيب حيث تقل هنا كتلقوا فيها الاخوان سبعين هنا هنا بلاست خمسة و خمسين سبعين هذه مثل ما نشده داسيا لوغان فليسانس ستجد فيها هذا ال 2 كافية ولكن ال ال 3 ولكن داسيا ديازيل ضروري الاخوان تغسى تكون عندها ال 3 يعني 70 امبير را كلما يقدم الموتور خصوا واحد الاب بويسان خصوا واحد الجيد ديال باش كي ديماريلك وكي ال ال كاف تكون فيها تقريبا من 82 للفوق وال ال 5 واللي كتلقى فيه من 95 100 110 هذا كي تسمى ال ال 5 كي يكون مثلا في ال بيكوبات كي يكون في ال ال كاف كي يكون في طمبولات الكبار بحالة من المرسيدات الكبار كين المرسيس اللي عندهم وقلال اغلبية المرسيس را عندهم في الكوفر عندهم الباطري في الكوفر ما علينا يعني الاخوان ضروري تردو البال لهذا الامبيراج هذا كينا قضية اخرى بالنسبة للناس اللي ما كي يعرفوا شوية فهذا القضية ديال الباطري مثلا كتبش عند شي مول بيس وما كيكونش عنده هوا هاداك الامبيراج اللي غيوافق لك ديك طمبيل ما تشريوش الاخوان داك الباطري سيرو اقلبوا على راسكو رغات ديماريلك هي يا را ماشي ما ديماريش لك حلما مثلا كتلقى واحد عنده هوا كانت عنده ال ال 3 و مش هادر ال ال 2 رغات ديماريلك ولكن ما غديش تصبر لك ما غديش تصبر لك واحد العامة ولا عندك مشكل فيها حلاش حتى الامبيراج ما كي وافقش هاداك الموتور كبير عندك تمناو تكونوا فهمتونها الاخوان الفقرات الثالثة كان كان انواع التكنولوجي كان التكنولوجي وما هاد الباطري اول الباطري وما هادو يعني كتسمى الباطري فيه الاسيد وفيه البلون كيكونوا واحد صفائح الداخل كتسموا البلاك البلاك بوزيتيف البلاك نيغاتيف يعني كيكونوا صفائح ساليبة وموجابة باش تفهموني الزائد و النقص هناكين الزائد او هذا الزائد هنا وهذا النقص الموجب وهنا الساليب هادو الباطري القدام اللي كانوا كانوا فيهم يعني كتي كتزيد كتزيد الماء المقطر وكلي كيزيد مره مره كيزيد شوية هادو ما بقاوش اغلبية ما بقاوش كعف السوق مقدام لقاوش دولة قديمة اسمحوا لي شي دولة مو اما شي دولة اللي ما فيها شاتش التكنولوجيا هما احنا في المغرب هنا ها في المغرب ما بقاوش هادو كلي كيتزيد هادو كيتسمى كيتسمى دي باطريس صان زانتروتين يعني ما كيتتخلش الانسان ما كيتتخلش فيهم قد تحط بحال الحجرة التالي كومنت تحط دووز المدة ديالوح صافي هادشي اللي كين كين بحال ده باد النوع هادو ديالبوش ما فيهمش ما فيهمش واحد العوينة هنا كين واحد النوع كتلقى فيه واحد العوينة هنا وكتشوف كين تلاتة العلامات كين كين اه اه الى بلك هنا لداخل كحل كتعرف فصافي اور سيريفيس مشاق سالة بلك خضر كتعرف لها باتري را ما زال اخددانها مزيان هادو ماللي هادو النوع ديالبوش ما فيهش كين في بوش نيتش كين في واحد الماركة هورا وفي ماركة هورا وتاني كين فيهم وري كين بوش اغلبية بتجه ومحيدو هادو هادو القادلة ديالالعوينة اللي كانت هناك هادو بالنسبة اللي كتلكم اللي فيهم اللي فيهم اللا سيد را فيهم اللا سيد الداخل دكشي كين التكنولوجي التانية الاخوان هي اه غي سبرو معي را وقال الفيديو غي يكون طويل شوية ولكن را غادي تفهموها الاخوان غادي تفهمو غي سبرو ورا كين رمازال ما عدرتش على واحد لزوبسيون اللي ولو دبا في طنبيلات جداد ردو بالكم الاخوان الناس اللي عندهم لوبسيون ديال ستارت انت ستوب ستارت ستوب يعني مثلا من كتتصل في الفيروج وكتسمع را أغلبية دبا فينا الاخوان كتكون في الفيروج واقف كتسمع شي كات قات حداك كتشوف سكتات شوية كيش على الضو الخضر كتسمع الموتور كتقول وي ديشات شي وواللا را فهي هي اللاوبسيون ستارت انت ستوب موسيقى يعني واحد هذي هذي تكنولوجي جديدة اللي باتري اللي فيهم الاخوان كين واحد تكنولوجي اسمتال او اف بي يعني بلانجلي انهانسد فلوود باتري يعني باتري ليكيد يعني فيها هي واحد المادة يعني لاصيد امليوغي يعني محسنة على اللولة نقدر واحد تحسينت على اللولة هذه هذه كتكون في الطوبيل على السيارات كتخدم في السيارات اللي فيهم للموسيقى ل être الاوبسيون ديال ستارت انت sat ten وكتخدم في السيارات العادية يعني ممكن وممكن تديرها انتهي في السيارة عادية للقيتها مشترك أمكتوبة EFB انا رأيدي ممكنENS ان Kennedy كت Heath in aqu23 يعني ممكن تديرها في سيارة عادية لما فيها لن يوجد الابسيون ديل ستارت انت stop انا نologia للتكنولوجي التالت اللي کين عائل communism ومنك تسمعوني باتري AGM AGM جاية من الابريفياسيون يعني من الابريفياسيون يعني من الابريفياسيون فيهم واحدة الفيبر ديال الزاج الداخل رأي لا بغيت نشرح لكم خصف فيديو واحدة اخر ولكن مهم مني تشوف باتري AGM لابال اخوان متنشي واحد عنده كتبارك الله شي حاجة اخر موضيل مرسيدس وش حاجة خصو مني بغيب تلدك هذيك الباتري خصو يشوف شمن باتري شمن تيب الباتري اللي فيها راهيلا كانت عندك الاخ مثلا عندك AGM متدرش لها الباتري او اف بي السيستم ديالك ستتخربق شوية حيث علاش كيني اندبو احد الانواع ديال السيارة الاخوان باش تفهموا الشي في حقيقة ديال الشي ديال تكنولوجي تلدر علي حلقة بوحدة مهم كينة واحد تكنولوجي ديال مثلا مني تكون الطنوبيل غدا وكتفراني مني كتفراني هذيك هذيك الانيخ جيه كي يجرها الباتري كتشارجة كتشارجة في الباتري اللي فيها اجي ام ما عشوش في همتونين را كترت عليكوا وقال الله هذرا بسمحوليه المهم يعني باش انا ما باش نتفهموا دغية هنتو ما اللي عندو باتري اجي ام يخلي الباتري يبغي يبدلها يقلب على باتري اجي ام سوف ياتته يتللوني اللي عندو اجي ام يقلب على اجي ام اللي عندو اي اف باي وابغايت قبيل اجي ام تخدم لها يجرها الاخان سأدو كنظر من الناس اللي عندو الوبسيون ديال ستارت انت ستوب. الى عندك او اف بي بغيتي تدير اجي ام تخدملك. عندك اجي ام غتخليك في ال اجي ام. ما 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 تديرش باتري او اف بي. اتمنى تكونوا فهمتوا في هذه القادية باش ما نكترش عليكم. مو هي ما نده بعتتكم الخلاصة وصفة. بالنسبة للاخوان الفقرة الاخيرة هما ليمارك. ليمارك اش غدي نقول لكم. كان نصحكم انا كي ينجوش في نفو واحد. بالنسبة لي انا والله اعلم كي الي غد يختلف على الرأي مهم يحترم الرأي ديالوم يحترم. كان فارتا وبوش. هادو انا بالنسبة لي في نفو واحد. وخاك اللي يفضل فارتا يقولك فارتا فارتا هما بجوجهم في صناعة المانية. وماشي صناعة المانية باش تفهموا اخوان. شوف توزين فين كين. بحل دبا بوش. كبعد الخطرس كتلقى توزين في اسبانيا. كتلقى توزين في دول اخرى. ولكن هي شركة ألمانية. هناك قوت جرماني. جرماني هناك. قوت جرماني. فارتا هي شركة ألمانية ولكن مع التحولات التي تحولها في العالم لم تتعرف الاعزاء في هين كائن. تستطيعون أن يكون في سبانيا في الطاليان في فرنسا و في بورتغال. مهم ما تتعرف. تستطيعون أن يكون قاعدة في توركيا. مع الحساب اليد العاملة. ولكن كائن الفارتا و بوش. الاخوان فارتا فارتا هنا في المغرب ما فيهاش تزوير ما مزوراش بوش ما فيهاش ولكن الاخوان ردوا لبال راكي اللي كتلقى يعني الناس اللي تبارك الله اللي قارينا ما عاديش ما غايف همونيشنا الانسا اللي شوية الناس اللي شوية ما عاديش مهم بالحسب النيوود الانسا سمحوا لي بوش اخذكم الاخوان تركزوكي كتكتب بي او اس سي اش ركايد المزوري اللي كتلقى بي او سي اس اش ردوا لبال اخوان هذا علاش باش علاش باش منيكي بيع واش لاجات الشركة دايك يقولون لحنا عاو انتم مرا عندكم اس حننا عاو عدنا سي اس كينو تاني ردوا لبال واحد القضية كينو اللي ماشي بوش كينو بوس بي او اس اس كينو تاني اللي بي او اس اش هاد السي ما كيناش مهم انتم قبل ما تشري الباتري دخل لجوجل كتب بوش را هو يصحح لك و ستعرف كيف تكتب بالنسبة مهم قلت لكم بالنسبة لأحسن ماركة كينا بوش و كينا فارتا هادو بالنسبة لي انا في نيفو واحد كينا اكسيد تايم زيانة و كينا اينرجايزر هادو بالنسبة لي انا الماركات الاخرين كينا نصح بيهم كينا سمعوني الناس ديالهم من التالي كي يدخلوا لي فورنيسر لاشي عاجزة كينا انا قلت ترتيب بالنسبة لي انا بالنسبة لي انا ترتيب اللي اعرف عندك بوش و فارتا في الرتبة الاولى و عندك اكسيد و اينرجايزر في الرتبة الثانية الثالثة ما قلت نقول لكم لي مارك انتم اللي احسب القدرة الشرائية للانسان يوا كان الاخوانا دول الفيديو ديال اليوم و ما تنسوش دعموني وتشتركوا في القناة وتبرتاجوا هاد الفيديو ديالي مع الاصدقاء ديالكم وتبارك الله عليكم اشتركوا في القناة